اخواني اخوتي السلام عليكم السيدة اللي كانت تعدات على ذلك الشرطة بمدينة تيطوان في شارع العام وكمشته طريقة استفزازية اللي قامت بها ضربته بصندالة ثباته وشمتماته ولكن هذا الفيديو اللي خلق واحد جادل كبير على ان انطاق وازع في المواقع التواصل الاجتماعي ووصل الصادة دياله الى جميع بعض الدول العالم ووصل العالميا فعلا وشوف الصورة ديال المغرب فعلى اين هاد السيدة اخواني اخوتي والخبر اللي قد نتقاس معكم الان ولتوصلت به من مصادر مقربة من هاد الحائلة ديال الشرطين يقولوا انه فعلا سيدة تم اطلاق الصراح ديالها بموجي بالقرار للنيابة العامة بعدما تبعتها في حالة صراح وبكفالة مالية قدرها خمسين الف درهم يعني نظير انها يعني غيكون هاد المتابعة لذا المحكمة يعني ابتدائها بمدينة تيطوان وعليه فهذا الشرطة اخواني اخوتي اللي كان فعلا توصل يعني مجموعة من المكالمات من طرف هاد العائلة اللي هوا من الجالية الهونندية ولفعلا جاءوا المغرب على اساس انهم يتمتعوا بالصيف يتمتعوا بمناظر المغرب بشمال المدن شمال المغرب لكن هاد السيدة اخواني اخوتي اللي هي الزوجة واللي عندها يعني ابناء وكذلك كانت معهم يعني اربيبتها وما اي لذا يعني مجموعة من الناس كانوا داخل السيارة فعلى عين هاد الزوجة اللي بحكم انها بعد الاعتراف يعني الاخت ديتها اللي اكدت بانها مشاربش الدوا وانها يعني كتعاني حالة نفسية صعيبة وكذلك يعني الطيرابات نفسية وما الى ذلك مجموعة من المشاكل اللي كتعيشها فللتذكير فقط فهذه المرة التانية اللي كانت وقع لها يعني شجار مع رجل ام يعني مدينة مارتيل في البداية لانه من كانوا نطالقوا في الطريق الوطنية مدينة مارتيل وقع لها نفس المشكل مع شرطي اخر وهذه المرة وقع لها مشكل اخر اخواني اخوتي مع هاد الشرطي بمدينة تطوان وكي مشته الشخص دي كان يوطق يعني طريقة كيفاش تم استفزاز هاد البوليسي مطارف هاد السيدة فالاكيد ان الشرطي اخواني اخوتي حاول انه تعاطف مع هاد الآئلة ربما مش يتعاطف وانما حاول انه يتنازل على شكاية دياله او الحق دياله يعني لانه شاف بان هاد السيدة فعلا يعني راه عند الطيرابات نفسية السيدة يعني مشاكل دائما مشاكل عائلية مع الزوج ديالها خصوان الطريق اللي كان مضربوا منه لانضحة المغرب وهاد شي اللي كي بينا فعلا ماذا يعني الاخلاق العائلية العالية دياله الشرطي لكن اخواني اخوتي يعني هاد شي يعني صراحة مخصوش يكون فعلا لانه هاد تنازل ربما غاي شجع بعض الناس ربما اللي كانوا شافوا هاد الفيديو والطريقة السيفزازية اللي قامتوا هاد السيدة ثم غاي شجعوا غاي قوموا بهاد الافعال فعلا هاد الشرطي اخواني اخواتي اللي كان كانت توصل يعني بمكالمات عديدة يعني من طرف هاد الهائلة ديال هاد الزوجة اللي كانت معتقالة يعني على اساس انه يكونوا هاد تنازل يعني في القضية ديالهم يعني في القضية ديال هاد الشرطي اللي صراحة جميل اصدقاء يعني حتى انه جات تعليمات من المديري العامة على اساس انه يتم فتح التحقيق عاجل في هاد القضية خاصة هاد الفيديو فعلا يعني وصل الصدد دياله الى العالمية فعلا وصل الصدد دياله الى العالمية كل شيء ولكي تحتت على هاد الفيديو وعلى هاد السيدة والتجرآت فعلا انها تقوم هاد الفعل الشنيع امامه هاد رجل امن هاد رجل امن اخواتي لي صراحة دمدل الواحد انه يعني يعني كي حاول يأمن يعني السير ديال مدينة اتطوان خوصر وعن الاكتطاد اللي كيقونه يعني في هاد الصيف ف ما كان الا انه يتفاجئ يعني بهاد السيدة اللي حاولت انه تضربوا ديال طريقة السيفزازية وهاد شي اللي خلا ان القادية يتكبار وانه احتى ذاك الفيديو اللي وطقوا واحد الشخص اللي كان سائق وكان قريب من هاد الواقعة فعلا جزاه الله خيرا فهاد شي كله اخوان اخواتي يعني كيبقى للعبرة لانه هاد السيدة اللي قامت به هاد الفعل فهي كان دخلت الاستجن يعني حتى انه يطلبوا هاد الشرطي ميران وتكران فالامر وصل بهم انه مشاوهت المنزل ديال هاد الشرطي وحاولوا انهم يتوصلوا للزوجة وكذلك الام ديال هاد الشرطي لكن هاد الشرطي اخواتي بعد ما كان صر فعلا انه ما يتنازج وفي الاخير تنازل على هاد الشكاية دياله خصوص انه تبيد له بان هاد السيدة كما اذكرت يعني مريضة نفسانية سيدة ما كان شرب الدول دياله يعني الطريق كان طويلة فهاد الشي اللي خلال انه يتنازل فعلا للشكاية دياله فعلى اين اخوان اخواتي هاد المهاجرة كنت منهم الله عز وجل انها تاخد بعين الاعتبار هاد القضية اللي وقعت لها وانها يعني الخطأ اللي قامت به فهي خلصت تمن دفعت تمن غالي فعلا تمن غالي لان هاد الافعال يعني يرى كيتحاكم عليها وكيتعاقب عليها اي شخص قام بالتعدو على واحد رجل الامن للدور دياله انه كيحمي وكيصهر على امن وامان بلاد المغرب الحبيب فالصورة اللي اعطتها هاد السيدة والاساءة للمغرب لانه معروف ايخوان اخواتي ان المغرب في السنوات القادمة فهو مقبل على مجموعة من التظاهرات العالمية تظاهرات العالمية فكان من احرى ان هاد السيدة تحتارم هاد الشرطي ولو انه الى كان عمل شي خطأ ولو انه يعني انه استبعد انه هاد الشرطي غير يقوم بشي خطأ خصو انه سمعنا يعني في بعض المنابر الاينامية انه حاول يتحرج بها وبعض الناس قالوا بانه حاول انه يطلب منها يعني بعض المال يعني رشاوي وهذا الشي اللي خلال انها تخرج وتحاول تضرب لكن لا شيء منها تقابل اخوان اخواتي حصل وانما هاد السيدة فعلا يعني عند الطيرابات نفسية السيدة اللي صراحة طريقة غير شو يعني غير كما تشوفوا هاد طريقة اللي قامت بها يعني انه جبدت تسندرة وحاولت انها تضرب هاد الشرطي وتسب ودفل عليه فهاد الشي اخوان اخواتي ما كان تقبلوش فعلا هاد الشي ما كان تقبلوش وكنتمنى ومن الله عز وجل اخوان اخواتي انه قال الناس اللي شافوا هاد الفيديو يعني اه يكون للعبرة فعلا يكون للعبرة وشوفوا الحقيقة ديال هاد السيدة اللي صراحة كالهدف ديالها من وراء هاد العمل يعني كنا تقبلو عمل اجرامي فعلا بحق وحد راجل الامن اخوان اخواتي للاسف اللي كنشوفوا الامنة الاخيرة مجموعة من الاحداث وكذلك محاولات الاعتداء ضد رجال الامن ضد المدنون الواحد اخوان اخواتي اللي كنشوفوا عن الامن وامان بلاد المغرب الحبيب لكن اخوان اخواتي ما زالك نشوفوا هاد شي كي استمر وخص لازم انه يتم ردع للهؤولى الاشخاص فاحت هاد السيدة اللي كانت يعني عندها صراحة عندها وحد زهر كبير فعلا عندها وحد زهر كبير لانها تصدفات وحد الشرطي اللي صراحة اه الشرطي عنده اخلاق شرطي يعني اللي تعاطف معه يعني وما بغاش انها انه يعني تعاقب يعني ودخل للسجن لانه اقصى عقوبة ليه ثلاثة اشهر غير الى كانت يعني غير يعني سب وشتم في حق وحد رجل الشرطي يعني ثلاثة اشهر يعني هذا اقل تقدير يعني انه يتم الحكم لكن اخوان اخواتي يعني امام توسولات ديل هاد العائلة توسولات ديل بعض الاشخاص اللي حاولوا انه من توسطه يعني بين هاد العائلة يعني بين هاد العائلة وعائلة الشرطي باش يتم تنازل فاخيرا يعني يرى فعلا اخوان اخواتي تم الصلح وصراحة هاد شي ما بغناش مرة اخرى يبقى يتكرر يعني في الشارع العام خصوصا يعني ضد هاد رجال الامن الرجال الامن اللي هو خط احمر عنف ضد رجال الامن هو خط احمر اخوان اخواتي وهذه رسالة من الجميع انهم يحترموا رجل الامن يحترموا اي واحد يعني يحمي ويأمن يعني طريق كيأمن الحياة للمواطنين انهم يحترموه يعني احق احترام لانه هاد شي ما بغناش مرة اخرى يتكرر في بلادنا المغرب الحبيب اخواني اخواتي ف الى حدود هاد الساعة نكتفي به هاد القدر ففي انتظار ما هو جديد فما تبخلوش انه بالله يكذلكم كذلك البرتاج دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته